موسيقى يا ريت بس نلاقيه طب يا ريس هو احنا لما نلاقيه ونخلص عليه مشاكلنا هتخلص هيبدأ فصل جديد بقى من المشاكل بس دي بقى هتطولك كل يعني ايه؟ يعني في حرب قريبة سعادة حرب؟ حرب ليه؟ ده احنا بصدقنا الدنيا هيدت شوية سنة الحياة يا سيدي لما العدل بيغيب لازم الحرب تحصل وهي الدنيا بيستحملة دي خلاص بيط على البلاط هيحربه بعد ليه؟ وعلى ايه؟ انت مش فهم يا سعادة الناس اللي ورا الحروب دول ما يهمهمش لو مليئين البشر تموت أو تتشرد ولا لو البحار جفت والحيوانات انقرضت والغبات وقلعت والهوى تلوس يفضلوا بعدين يتفرجوا على كل ده بهدوء ما عندهمش قدنى زر التقنيب ضمير ولا عندهم شك واحد في المليون ان هم سبب الخراب اللي بيحصل في العالم ده الناس دي عندها قناعة في قرارة نفسها انهم خير انهم هم الصح هم الهدية اللي ربنا بعتها للعالم وهيفضلوا برضو مستمرين في الخراب اللي بيعملوه ما غير حتى ما يخبص طراحة طب وبعدين كل اللي انت شايف انه مستحيل هيبقى ممكن وكل اللي انت خايف منه هيحصل بتعرفش يعنيه حرب بتعرفش فكرة الحياة ممكن تكمل في ظروف عاملة ازاي الحرب بتخلي الناس عايشة في فقر وغلب فوق الاحتمال بتحول حياتهم لجحيم لعذاب والناس بتبقى عايشة على امل ان العذاب ده يخلص او انهم يموتوا وكل ده عشان ايه؟ عشان شوية انانيين ما يفكروش غير في نفسهم مش فارن معهم الدنيا تخرب ولا تولع بس في النهاية في وسط كل ده هتلاقي ناس طيبة وناس غلابة يستهلوا انك تحارب عشانهم بص يا سعادة همشي انت من هنا وانا همشي من هنا ليه يا ريس هسيبك لوحدك؟ انا احب ان كل واحد فينا يمشي من طريق لان انا شاكك ان الامن مرقبينك عشان يوصلوني طب انسك ريس سيب لانا موضوع الامن ده هلف فهملك حوالين نفسوه سلامة ريس سلامة سعادة